السلام عليكم في فيديو اليوم سوف نقوم بقراءة وإنجاز تمارين الصفحتين 65 والصفحة 66 في هذا الفيديو لدي التمارين الأول استمع وإقرأ ولدي محادثة بين سينثيا وبين جانس سينثيا هل تريدين أن تأتي إلى الحفلة الخاصة بي أو إلى الحفلة الخاصة بنا يوم الأحد يا جانس أعتقد أننا سنأخذ الأطفال إلى الجبال يحبون تسلق الجبال سينثيا سيأتي لدينا بعض الزوار من المغرب أنت حقا يجب أن تأتي جانس سأفعل ما بوسعي هل ستقومين بتحضير طعام خاص لهم سينثيا I won't tell you it's a secret لن أقول لك إنه سر جانس How many people will be there كم عدد الناس لدينا سيكونون هناك سينثيا 25 But the Bronsons won't come 25 شخص لكن هائلة Bronson لن يأتوا They are going to visit their daughter in Lancaster سوف يقومون بزيارة ابنتهم في Lancaster جانس Well I'll talk to Albert and the kids about it حسنا سأتحدث مع Albert ومع الأطفال حوله They enjoy family parties إنهم يستمتعون بحفلة العائلية I think they will appreciate the idea أعتقد أنهم سيرحبون بالفكرة أو سيقدرون الفكرة ثم لدي في أسئلة Comprehension لدي A Write T for true or F for false يعني أكتب T للجملة الصحيحة و F للجملة الخاطئة الجملة الأولى لدي Cynthia is going to have a party on Saturday سينثيا ستقوم بحفلة يوم السبت هذه الجملة خاطئة لأن سينثيا عندما دعت جانس قالت لها Will you come to our party next Sunday يعني يوم الأحد إذن هنا سأكتب F false ثم لدي الجملة الثانية جانس is going to stay at home on Sunday جانس سوف تجلس في المنزل يوم الأحد هذه الجملة خاطئة لأنها قالت لسينثيا I think we'll take the kids to the mountains يعني ستأخذ أطفالها إلى الجبال لذلك سأكتب F يعني false ثم لدي الجملة الثالثة سينثيا wants جانس to come to her party سينثيا تريد من جانس أن تأتي إلى حفلتها هذه الجملة صحيحة لأنها قامت بدعوتها وكذلك قالت لها You really must come أنت يجب عليك المجيء إذن سأكتب T يعني true ثم لدي الجملة الرابعة Albert doesn't like family parties Albert لا يحب التجمعات أو الحفلات العائلية هذه الجملة خاطئة لأن جانس قالت I'll talk to Albert and the kids about it They enjoy family parties يعني أنهم يستمتعون بالحفلات العائلية إذن هنا سوف أكتب F يعني false ثم لدي السؤال بي يقول Do you think جانس's children will like the party? Why or why not? هل تعتقد أن أطفال جانس سوف يحبون الحفلة؟ لماذا نعم ولماذا لا؟ هنا بالنسبة لي أعتقد أن عائلة جانس سوف تحب الحفلة لأنها قالت أن أطفالها يحبون التجمعات العائلية أو الحفلات العائلية إذن سأكتب I think جانس's children will like the party because they enjoy family parties والآن سوف نمر إلى الغرامر التمرين الثاني لدي الفيوتر يعني هنا سوف ندرس زمن المستقبل لقد سبق أن شرحته في فيديو خاص سأتركه لكم في خانة الوصف يمكنكم مشاهدته بعد هذا الفيديو أما الآن سوف نراها الجدول ونقوم بشرحه هنا لدي future with will سندرس الفيوتر باستعمال will will تعني صوف هنا لدي three forms of future with will بالتأكيد ثاني لدي positive, negative و questions يعني كيف أصرف زمن الفيوتر في الجملة العادية positive أو في نفيه يعني negative أو عندما أريد أن أطرح سؤال يعني questions هنا لدي في positive form لدي I, you, we, they, he, she يعني هنا لدي subject بنسبة للsubject يمكن أن تكون I, you, he, she, it إلى غير ذلك كما يمكنها أن تكون عبارة عن أسماء مثلا أحمد, فاطمة, my parents إلى غير ذلك ثم أستعمل will ثم الفعل في الانفينيتيف form يعني بدون to الفعل في الأصل هنا لدي have a party الفعل هو have وأصل الفعل هو to have إذن سأقوم بإزالة الانفينيتيف التي هي to وأضع have I will have a party he will have a party she will have a party كما نراحض هنا حتى عند استعمال he, she, it لم نقول he will has a party لأننا نستعمل الفعل without to يعني بدون انفينيتيف فقط ثم لدي في نيغاتيف فورم لدي بالتأكيد سيكون لدي السابجيكت I, you, we, they, he, she إلى غير ذلك وسأستعمل want وهي short form لي will not يمكنني أن أكتب will not كما يمكنني أن أكتب want وبالتأكيد الverb في البر انفينيتيف to go أصبحت go إذن هنا في هذه الجملة I won't go to the mountain أنا لن أذهب إلى الجبال وبالنسبة للquestions يعني عندما أريد أن أطرح السؤال فأنا أبدأ الجملة بwill ثم أضع subject ثم أضع الفعل في البر انفينيتيف have وأتمم الجملة ولا أنسى علامة الاستفهام will you have a party هل ستقوم بحفلة إذن عندما أسأل يمكنني أن أجيب بyes or no إن أجبت بyes سأقول yes I will نعم سأفعل وإن أجبت بno سأقول no I won't أو no I will not ثم لدي هنا بعض الجمل لدي when will they have a party متى سوف يقومون بالحفل هنا طرحنا السؤال باستعمال أولا WH word التي هي when واستعملنا will التي تحدد أو تظهر المستقبل وبالتأكيد subject والفعل with bare infinitive يعني without to وبالنسبة لهذا السؤال جواب هو they will have a party next Sunday سوف يقومون بحفل يوم الأحد القادم ثم لدي السؤال الثاني where will they have a party الجواب هو they will have a party at Cynthia's سوف يقومون بالحفل في منزل Cynthia إذن كتلخيص لـ future عندما أريد أن أصرف فعل في simple future في positive form أقوم بوضع subject plus will plus verb without to وإن كنت أريد أن أصرف في النغاتيف سأضع subject plus will plus not والتي تعني want plus verb without to وإن كنت أريد أن أطرح سؤال فأنا أبدأ ب will ثم subject ثم الفعل without to بالتأكيد وأتمم الجملة وأضع علامة استفهام ثم الآن سنمر إلى التمرين A الذي يقول choose one number from each column and then write four sentences about your future يعني اختر رقم من كل column وسوف تضعه في جملة تعود على المستقبل لدي هنا example 1 17 25 35 بالنسبة لرقم واحد هو artist رقم 17 هو famous رقم 25 lot of friends ورقم 35 go to Brazil عندما أريد أن أضع هذه الجملة في المستقبل بالتأكيد سأستعمل will لدي أولا I will be an artist سأصبح فنان 17 I will be famous سأصبح مشهور رقم 25 I will have a lot of friends سيكون لدي العديد من الأصدقاء 35 I will go to Brazil سوف أذهب إلى البرازيل بالنسبة لي سأختار أرقام وأضعها في جمل الأرقام التي اخترتها هي 3 6 16 21 و 33 بالنسبة لرقم 3 هو dentist يعني طبيب أسنان رقم 16 هو active يعني شخص نشيط ثم القلم من ثالث اخترت منه 21 هو two children والقلم من الرابي اخترت 33 سأدرس في كندا عندما أضعهم في جملة سيكونون على الشكل التالي I will be a dentist I will be active I will have two children I will study in كندا كما نلاحظ استعملت subject plus will plus fill without two الآن سنمر إلى الصفحة الموالية ولدي بها التمرين B complete this conversation with will or going to يعني هنا سنتمم هذه المحادثة باستعمال will أو going to كما قلنا في الفيديو السابق أننا نستعمل will عندما أكون سأقوم بشيء ما في المستقبل ولست متعكدة منه لكنني أستعمل going to عندما سأقوم بشيء في المستقبل وأنا متعكدة منه يعني متعكدة أنني سأفعله في ذلك اليوم مع ذلك الوقت لدي هنا المحادثة بين مايكل و طوم مرحبا طوم أين أنت دايب مرحبا مايكل لدي مخطط خاص نهاية الأسبوع I بين قوسين learn how to wind surf يعني هو سوف يتعلم كيف يقوم بالwind surf والwind surf هو ركوب الأمواج إذن هنا بما أنه خطط أن في نهاية الأسبوع سوف يذهب لكي يتعلم الwind surf أي ركوب الأمواج هنا سنستعمل future with going to سنقول I'm going to learn how to wind surf ثم لدي مايكل hold on انتظر I بين قوسين help you with these heavy bags انتظر سوف أساعدك لكي تحمل هذه الحقائب التقيل هنا قال أنه سيساعده لذلك هنا سنستعمل will I will help you with these heavy bags Tom thanks a lot شكرا جزيلا how is Jane doing at school كيف هي Jane مع الدراسة مايكل oh she's brilliant انها دكية she بين قوسين have a birthday party next week يعني أنها ستقوم بعيد ميلادها أو حفلة عيد ميلادها في الأسبوع القادم هنا إنها تخطط للقيام بحفلة عيد الميلاد لذلك سنستعمل going to she is going to have a birthday party next week she بين قوسين be fifteen يعني ستصبح أو سيصبح عمرها خمسة عشر سنة سنقول she will be fifteen I still don't have a present for her لازلت لا أمتلك هدية لها I think I بين قوسين buy her a CD سيشتري لها CD هنا سنستعمل الفيوتر with will station ثم لدي Tom that's very kind of you هذا لطف منك my car is very old سيارتي قديمة جدا I بين قوسين buy a new one next month سوف اشتري سيارة جديدة الشهر المقبل هنا لأنه خطط أو يخطط لشراء السيارة في الشهر المقبل يعني سنستعمل الفيوتر with going to سنقول I'm going to buy a new one next month ثم لدي listening التمرين الثالث روزا ميدلتون manager of south view recreation center talks about recreation activities يعني أن هذه روزا ميدلتون هي مديرة ل south view recreation center تتحدث عن activities التي يقومون بها في هذا المعهد لدي السؤال هنا before you listen قبل الاستماع what is the center in the picture called في الصورة هنا لدي اسم center لا يبدو واضح هنا لكن في كتابكم سيكون واضح اسمه south view recreation center سأكتب الجواب هو south view recreation center ثم لدي السؤال الموالي what do you think people do there ما الذي تعتقد ان الناس يفعلون هناك بالنسبة لي اعتقد ان الناس يقومون بعدة نشاطات لكي يمرحوا لذلك سأقول they may do a lot of activities to have fun اذا الان سوف نقرأ او نستمع الى ما تقوله روزا ثم سنجيب عن اسئلة بالنسبة لروزا قالت recreational activities are beneficial for people in a variety of ways they are important to everyone at any age there are different kinds of recreation or leisure activities these include physical social and mental activities physical activities are good for our bodies and our minds some examples of such activities are walking dancing jogging social activities are a good way to meet new friends and stay close to others some social activities are visiting friends and family eating meals with others attending family events or parties mental activities help stimulate our minds some examples are reading playing chess doing crossword puzzles a person who stays active and does various activities will feel better it's clear that people who do nothing in their free time will feel bored and lonely recreation and leisure activities surface to help people feel better about themselves and better about the people around them سوف نقرأ هنا لدي السؤال a listen to rosa and write true or false سنكتب حرف t إن كان الجواب صحيح أو الجملة صحيحة ونكتب حرف f إن كانت الجملة خاطئ لدي هنا أولا recreation activities are not good for old people يعني أن الأنشطات ترفيهية هي ليست جيدة للأشخاص الكبار في السن هذه الجملة خاطئة لأن في النص قالت أن they are important to everyone at any age لذلك سنكتب f الجملة الثانية there are three types of recreation activities يوجد ثلاثة أنواع من الأنشطة الترفيهية هذه الجملة صحيحة لأن في النص لدي there are different kinds of recreation or leisure activities these include physical social and mental activities يعني هذه ثلاثة الأنشطة إذن سوف أكتب true ثم لدي الجملة الثالثة people who do many recreation activities always feel tired يعني أن الناس الذين يقومون بالعديد من الأنشطة الترفيهية يحسون بالتعب هذه الجملة خاطئة لأن في النص لدي a person who stays active and does various activities will feel better سوف يحس بأن ه أفضل لذلك سنكتب f يعني false ثم لدي visiting friends is a mental activity يعني زيارة الأصدقاء هو mental activity هذه الجملة خاطئة لأن mental activities كما جاء في النص هي reading playing chess doing crossword puzzles وما بالنسبة لvisiting friends and family فهي تعتبر من social activities لذلك سوف أضع f false ثم لدي listen to rosa again and write the activities for each category لدي ثلاثة categories mental physical و social بالنسبة للمental activities فلدي reading playing chess doing crossword puzzle أما بالنسبة لل physical activities لدي walking dancing jogging و social activities لدي visiting friends and family eating meals with others attending family events or parties إذن هذا بالنسبة listening الآن سنمر إلى communication ولدي asking for opinion expressing opinion agreeing disagreeing هنا سوف نتعلم كيف نسأل عن وجهة نظر وكيف نعبر عن وجهة نظرنا كيف نتفق على وجهة نظر وكيف لا نتفق على وجهة نظر إذن عندما أريد أن أسأل شخص ما عن opinion يعني عن رأيه سأستعمل how do you like what do you think of how do you feel about do you think that and when I want to express my opinion يمكنني أن أقول I think that I find that I feel that in my opinion إن كنت أريد أن أتفق مع هذا الرأي يعني agreeing فأقول I agree I entirely agree that's a good point that's exactly what I think وعندما أريد أن disagree أن لا أتفق على الرأي أقول perhaps but I don't think that I see what you mean but I think that that's quite true but I think إذن هذه هي التعابير التي نستعملها ثم لدي السؤال A يقول bear work بمعنى عمل التنائيات practice these conversations with your partner يعني ستقوم بقراءة هذه المحادثات مع صديقك في القسم ستكون عن تأيي وصديقك بي أو العكس لديه A how do you like westerns يعني كيف تحب أو كيف تجد الغربيين I think they are interesting أعتقد أنهم متيرون للإهتمام هنا westerns يمكن أن تعود على الأفلام الغربية أو المسلسلات أو كذلك أعمالهم الفنية بصفة جميع سواء الغناء أو التنثيل أو غيرها ثم لديه A why do you think that لما تعتقد ذلك B because the music is good لأن الموسيقى جيدة ثم لدي how do you feel about American movies كيف تحس أو كيف هو شعورك اتجاه الأفلام الأمريكية in my opinion they are the best في وجهة نظري أعتقد أنهم الأفضل really حقا why do you think that لما تعتقد ذلك because there is a lot of action لأن هناك الكثير من ثم لديه هنا تتمت communication في الصفحة الموالية لديه play rule يعني لعب الضور look at your own cue card and follow the instructions to have a conversation with your partner هنا سوف تلعب الضور أنت وصديقك ستكون أنت student A وصديقك student B وصوف تقومون بصياغة محادثات لديه student A ask B about playing chess يعني اسأل B عن لعب الشطرنج B you think playing chess is boring because the players don't talk يعني بالنسبة لB سيكون لعب الشطرنج هو ممل لأن اللاعبون لا يتحدثون مع بعضهم بالتأكيد هنا سوف نقول في هذه المحادثة how do you feel about playing chess ما الذي تحسه حول لعب الشطرنج B I think it's boring because the players don't talk أعتقد أنه ممل لأن اللاعبون لا يتحدثون ثم لديه ثانيا you think horror movies are boring because the action is always at night تعتقد أن أفلام الرعب هي مملة لأن الأحداث دائما تكون في الليل ثم لديه student B ask A about horror movies سوف تسأله عن الأفلام الرعب إذن B سوف يقول what do you think of horror movies ما الذي تعتقده حول أفلام الرعب A سيقول I found that horror movies are boring because the action is always at night ثم لديه ثالثا ask B about jogging اسأل B حول الجري ثم B you think that jogging is the best sport for the body because it's not very hard تعتقد أن الجري هو أفضل رياضة بالنسبة لك لأنه ليس صعب إذن بالنسبة لهذه المحادثة ستكون كالتالي A how do you feel about jogging ما الذي تعتقده حول jogging حول الجري B in my opinion jogging is the best sport for the body because it's not very hard ثم لديه رابعا you think swimming is the best activity after work because it's relaxing تعتقد أن السبح هو أفضل نشاط بعد العمل لأنه يريحك أو لأنه مريح ثم student B asked A about swimming إذن B سوف يقول how do you like swimming كيف تحب السباح A I think that swimming is the best activity after work because it's relaxing ثم لديه خامسا talk with your partner about other activities use the expression above إذن هنا بالنسبة لخامسا student A و student B نفس شيء طلب منك أن تقوم بمحادثة مع صديقك وتستعمل التي سبق أن درستها إذن هنا سأترك لكم في خانة التعليقات أن تضعوا محادثة وسأقوم بتصحيحها ثم لدي B group work يعني استعملون جماعة practice this conversation with your partners يعني ستقوم بهذه المحادثة مع أصدقائك في القسم بين A B C و D لدي A how do you feel about car racing يعني ما الذي تعتقده أو ما هو شعورك حول قيادة السيارات أو سباق السيارات B in my opinion it's dangerous sport من وجهة نظري إنه رياضة خطيرة C that's exactly what I think هذا بالتأكيد ما أفكر فيه D that's quite true but I think it's also very exciting هذا صحيح يعني أيدهم على وجهة نظرهم لكن أعتقد أنه متير جدا بالنسبة له هو يعتقد أن سباق السيارات هو أمر متير جدا ثم لدي السؤال هنا ستستعمل هذه الكلمات العبارة التي لدي هنا وتقوم بمحادثات مع أصدقائك هنا لدي سوف أقول سوف أقول Student A ما الذي تعتقد حول التزلج Student B In my opinion I think that Skyen is interesting ثم قال ل Student C I think that it's too dangerous أعتقد أنه خطير جدا إذن يمكنكم أن تكتبوا محادثات في التعليقات وصوف أقوم بتصحيحها إذن كان هذا هو فيديو اليوم أتمنى أن تكونوا استفدتم إن عجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركة مع أصدقائكم وسنلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله